يعني رح نبقى هيك نور مع الثقافة والتمييز ورح ننتقل لأنشطة الهيئة العامة السورية للكتابة التي أعلنت عن طرح جوائزها السنوية بالمجالات الثانية التالية حنمينا للرواية سامي لدروبي للترجمة عمر أبو ريشي للشعر القصة الموجهة للطفل وأيضا اللوحة الموجهة للطفل لحديثة أكتر وبشكل موسع عن هذا الموضوع بسنة رحب بي الأستاذة سلام فاضل المسؤولة الإعلامية في الهيئة العامة السورية للكتابة سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك تيسات صباحكم وصباح كل المشاهدين تيسات صباحك نعم نحكي تحت الهواء أنه يمكن من أكتر النشاطات الثقافية التي تقام خلال العام النشاطات يمكن المكسطة عندكم بالهيئة السورية للكتابة خلينا نحكي عن الجوائز التي تم إطلاقها يوم أمس خلينا نفصل للناس أكتر تماما هلأ مثل ما تفضلت وحكيتوا أنه أطلقت الهيئة العامة السورية للكتاب للسنة الخامسة على التوالي جوائزها الأدبية طبعا بالبداية هنا كانوا ثلاث جوائز أدبية هي جائزة حنمينة للرواية جائزة سامي دروبي للترجمة وجائزة عمر أبو ريشي للشعر قبل سنتين نضاف جائزتين جديدتين اللاقم جمعة الجوائز الخمس الثلاثة هذول لأنه بسبب أنه نحن لاحظنا أنه في إقبال كبير على التقدم لهذه الجوائز لاحظنا في إقبال من الكتاب من الأدباء من الشعراء على التقدم لهذه الجوائز مشان هيك طرحنا جائزتين تانيات قبل سنتين وهنا نجائزة القصة القصيرة الموجهة للأطفال وجائزة اللوحة الموجهة للطفل طبعا غرض هذه الجوائز أو الهدف الأساسي من هذه الجوائز هو تشجيع التنافس الأدبي هو البحث عن الأصوات الجديدة هو محاولة تشجيع الكتاب والأدباء وورر السامين والشعراء على الإنتاج وعلى تقديم نتاجاتهم من خلال التنافس الأدبيهات لحتى يتم الإضاءة على هاي النتاجات الأدبية طبعا مثل ما خبرتك قبل شوي أنه لسنة الخامسة على التوالي طرحة الهيئة جوائز الأدبية الخامسة اللي هي بتختص بالرواية بتختص بالشعر بتختص بالقصة القصيرة الموجهة للطفل واللوحة الموجهة للطفل وبتختص بالترجمة طبعا في مجموعة من الشروط اللي موجودة ضمن هاي الجوائز طبعا مجموعة هاي الجوائز يعني فينا نقول خمس جوائز بتشترك بمجموعة من الشروط منها أنه هي هي جوائز موجهة للكتاب والرسامين السوريين والعرب المقيمين في سوريا طبعا بالنسبة لجائزة القصة والشعر والرواية والترجمة بتم تقديم ثلاث نسخ مطبوعة ورقيا بالإضافة لنسخة سيدي بتتقدم على ديوان الهيئة العامة السورية للكتاب طبعا ولا تقبل المشاركات اللي يعني الكتاب أو الشعراء أو الرسامين أو الأدباء اللي شاركوا بالدورات السابقة لا تقبل مشاركاتهم بالدورات الحالية بالإضافة لهذا الشيء أنه لازم تكون النتاجات الأدبية هي نتاجات غير مقدمة أو غير منشورة سابقا بأي دار نشر أو بشكل إلكتروني إن حصلوا على جائزة وإن ما حصلوا ما بسيروا شاركوا ولا فقط اللي حصلوا على جائزة؟ لا هلأ اللي أدموا على الجوائز السابقة وفازوا تماما تماما اللي فازوا ما فيوني أدموا على الجائزة هاي مثل ما خبرتك كمان لازم تكون أنه النتاجات الأدبية أو الفنية هي جديدة وغير منشورة سابقا يعني ما هي منشورة بأي لا بشكل إلكتروني ولا عن طريق دار نشر هلأ فيما يخص الترجمة جائزة سامي دروبي للترجمة هلأ الترجمات بتشمل طبعا هاي السنة الترجمة عن اللغة الأصيلة عن ثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية والروسية وممكن الترجمة عن لغة وسيطة إذا كانت الترجمات عن الكورية أو اليابانية أو الصينية أو البرتغالية طبعا وبتشمل الترجمات طبعا مجموعة من يعني كل ما له علاقة بالآداب بالفنون بالعلوم وبالمجالات الفكرية المتنوعة هلأ فيما يخص جائزة القصة القصيرة الموجهة للطفل طبعا هاي الجائزة لازم أنه تكون مختصة بجنس القصة القصيرة ولا تقبل مشاركات بأي جنس أدبي آخر طبعا لازم تكون موجهة للأطفال اللي هنا بين تقريبا سن السبعة لخمستعشر عام طبعا ومواضيع طفلية بتشجع مثلا على الطفل على تمثل الأخلاق الحميدة يعني أيضا خلينا نحكي أستاذ سلام عن معرض الكتاب اللي زاروا معرض الكتاب رجعوا مبسوطين من قصة كتير يعني مهمة اللي هي سعر الكتاب عم يكون رغم خلينا نقول الغلاف رغم الشغلة عليه رغم الطباعة بأسعار جدا مناسبة ويمكن كخطوة لتشجيع القراء على تقتناء الكتاب بعيدا أحيانا عن النات بعيدا عن الشغلات الثانية نرجع نعزز هذه الثقافة أنه نحن نقرأ كتاب ملموس اللي بيكون فيه متعة أكثر قديش كانت خطوة مهمة هالأسعار اللي حطينا طواما هل نعرف هذه الأسعار ده يعني أقل من يعني فيه تكيفة أكبر من هذه الأسعار يعني على عاطق الهيئة السورية للكتاب طبعا هلأ مثل ما يعني حابي أخبركم أنه بالنهاية وزارة ثقافة العام السوريلي الكتاب هي وزارة أو مؤسسة ثقافية غير ربحية يعني نحن بالهيئة العام السوريلي الكتاب هدفنا نشر الكتاب الجيد ذو المضعمين الفكرية والأدبية والثقافية لعالية المستوى وبسعر أسعار رمزية أسعار رمزية جدا لأنه بالنهاية نحن ما هدفنا الربح بقدر ما هدفنا نشر الفكر والثقافة والأدب وبهي المناسبة بما أنه نحن نحكي عن موضوع الكتب الورقية ففتتح مؤخرا فينا نقول بعشرة شهر عشرة شهر الحالي فتتح معرض شهر الكتاب السوري طبعا فتتح هذا المعرض هو بيستمر لثلاثين كمان الشهر الحالي فتتح هذا المعرض طبعا بالمراكز الثقافية ونوافذ البيع التابعة لها بالمحافظات السورية كافة وبالإضافة لهذا الشيء بالمعرضين الدائمين بمعرض كليات الأدب بجامعة دمشق وبمعرض تشرين بجامعة اللاذقية طبعا بنسبة حسم 60% على سعر الغلاف يعني فينا نقول أنه عدد هاي المعارض من محافظات السورية كافة وصل لثلاثين معرض تقريبا بما يخص معرض جامعة دمشق كليات الأدب كان فيه تقريبا ما يقارب بـ 950 عنوان كان فيه إقبال كبير؟ تماما مع الشهد يوم الافتتاح والأيام التالية له إقبال كبير على اقتناق المنشورات يعني فينا نقول الناس مادا ترجع على الكتاب نوعا ما وهذا هدف الهيئة أنا تماما يعني هلأ أنا منوجهة نظري أنه العالم ما فيه أبدا تستغني عن الكتاب الورقي حتى مع أنه مثلا أنه الكتاب الإلكتروني صار إليه رواده وصار إليه الناس اللي مثلا هنين بيستمتعوا بتناوله وقراءته بس بنفس الوقت نحن ما فينا أبدا نلغي دوره وأهمية الكتاب الورقي اللي هو يعني من نادر إلا له دوره ومكانته بضل يعني مع كل هالتفاصيل أستاذ السلام وفاضل بدنا نتشكركم وبدنا نتمنى لكم التوفيق بدنا نشكر هيدا الجهود المبدولة دائما لأنه نحن بالفكر نرتقي شكرا لوجودك معنا وشكرا للمعلومات لإدمتنا يا أهلا وسهلا بك شكرا لكم وشكرا لأستضافتكم وشكرا لزعوكم نتشكرك أكيد سلام وفاضل على وجودك معنا نوجه تحية كتير كبيرة لكل العاملين بالهيئة العامة السورية للكتابة على الجهود الجبارة وخصوصا وزارة الثقافية لأنه فقلنا ظروف استثنائية لكن الأنشطة الثقافية ضمن هاي الظروف لم تتوقف أبدا شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر